بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم مالك وكتابة موسم وما يقطح عادة إبراهيم أهلا بك أبا سماندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من مالك وكتابة الحلقة 836 افتتاحية وربنا ما يقطح افتتاحية خير يا سيد إبراهيم مع كل انتصار للأهلي يبدأ سيستم كيف نعرق للأهلي ونبتدي بقى نتكلم في الأمور بطريقة فجأة وكأن الأهلي يجامل يعني واخد بالك فنبتدي مثلا نتكلم ايه نتكلم في المؤجلات نتكلم في القوائم ولكن الأخطر من هذا يبدأ الوقيعة محليا وإقليميا بين الأهلي وكل منافسي اليأس يصل ببعض للأسف الشديد من ينتمون إلى إعلام المنافس في اختلاق الأمور الغريبة جدا للوقيع بين الأهلي بعد النجح في الوقيع بين الأهلي وبعض الأندية المحلية والحمد لله ما زالوا هما قلة ولكن المحاولة الدقوبة دلوقتي إنهما يروحوا لمناطق تانية يبتدي الكلام هو ما فيش غير الأهلي يكسب أفريقيا هو أنت ما فيش غير الأهلي يكسب هو أنت عشان مش عارف تكسب لا فيه غير الأهلي بيكسب استطاع قاله وداد أن يفوز الموسم الماضي بالمطولة وبالعكس كان يقول لك هو الأهلي بقى حيخسر مطولتين ورا بعض ولا إيه يعني لو كنت خسرت كان بقى الفشل وإهدار المال العام ها ونغمة إهدار المال العام والدخول عليك بشكل مجنون في لعبتك مش في صفقاتك في الوقت الذي يحصل كلام الحاجز على الأرصيدة وما فيش فلوس ومش عارفين راجع أعضاءنا وبتاع تسمع قد يكون حقيقة وقد يكون لا ولكن ليه لا لما تكون بتناور بهذا الرقم أنك عارض على لعبت الأهلي أرقام وزعبلية وياخدوها بجوز كبير منها مقدم لمجرد أنك تشوشر عليهم وما اتفتوش إلى درس التاريخ أنك وأنت قد سبق لك أن فعلت هذا ماذا حصدت؟ حصدت المرارة أنت هل الأهلي تأثر بمن تركوه؟ إلى حد بسيط ولكن سرعان الأهلي تدرك الأمر واستكمله لأن الأهلي ببطلاته وكيانه وسيستيمه المؤسسي وقدوته ومكانته الإقليمية هو قبلة من يريد أن يحقق بطلات فإذا كان حيضر يؤثر على حد من لعبته أو من سكواده زي ما بقوله قائمته وأشك في هذا بإذن الله البدلاء دائماً حيكونوا موجودين لأن الأهلي سيبقى بعدنا جميعاً الأهلي يستمر لأنه مش ناجح لأنه بس عنده لعبة كويس لأنه عنده منظومة وعنده تاريخ وعنده عمل مؤسسي وعنده مكانة وريادة وصمعة أسباب كثيرة هي سبب نجاح هذه المنظومة ونقلناها لكم على ألسنة الإعلام الخارجي المنافس وحن نستمر في هذا مش على الناس مش على احنا مش إحنا اللي بنقول احنا نقدر نقول ونقول كتير جداً وعندنا من تاريخنا اللي خلينا نقول لكن دائماً وأبداً نلجأ إلى شهادة الآخرين ده كلام مهم جداً واستهلالية واضحة جداً يعني مسأل 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 عديك مسأل ونبع عشان قبل من سيب الحتة دي يعني النهاردة يبدو تكلمه القائمة 25 ولا 30 والاتعادة الأفريقي بقولك لحدة 40 هنجل ده بالتفصيل هنجل ده بالتفصيل في أبرز العنوان مقالي ومقاله موسم عرقلة الأهم الغربال السؤال الصعب وبعضمة لسانه استدعاء التاريخ الشموع الحمراء عن إمام الحديد وأسرار الملك المدافع الصلب ومجلتنا من أربعين سنة